بعد هذا ننتقل إلى سورة النصر ومن ثم النصر سورة ما انتقال ناعم نعم هذه السورة سبب نزول هذه السورة نصر سورة يعني إلجاء نصر الله سورة bunun نزول سببогي ندر نعم هذه السورة نزلت اعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته بقرب أجله عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق وما يلحق البشر وبعث حتى يدخل الناس في دين الله يفواجه وفتح الله سبحانه وتعالى ومنها فتح مكة دخل الناس في دين الله فواجه ماذا يصنع مقابل هذه النعمة كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد فهي ابتلاء امتحان واختبار فماذا نصنع بعد أن تأتي النعم لابد من شكر النعم بالقلب اعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله وبل لسان تشكرها وبل جوارح بأن تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى وفي شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب يجب الله هم دالك أنه تشبيهه أنه تم اكسك لها النقص أنه تغم تنزيهه واستغفره لأن الاستغفار هو مشتق من المغفر ما يضع الآن هذا اللي يسوق الدباب يضع على رأس هذه الخوذة حتى يقيمها ما يلاقي إذا سقطت أو شيء من هذا وكذلك المحارف المقاتل نعم نعم بعض الشيارات. Aynı şekilde مغفرت de seni مصيبتlerden koruyor. غفر الذنوب بأن تستغ وتمحى Yani sen Allah'a مغفرت edince şunu istiyorsun. Bunların affedilmesi ve bunların örtülmesini istiyorsun. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة قل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها Nebi صلى الله عليه وسلم bu sure indirildikten sonra عائشة رضي الله عنه şöyle buyuruyor. نبي صلى الله عليه وسلم hem secdelerinde hem de rükularında şöyle demeyi çokça yapıyordu. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الرقوع وفي السجود يتأول القرآن يعمل بالقرآن بما أمر به لماذا يقول هذا في رقوع وفي السجود Yani Kur'an-ı Kerim ile amel ediyordu نبي صلى الله عليه وسلم hem secdelerinde hem de rükularında az önce işittiğimiz zikir yapıyordu نبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الآن من السنة أن نقول في الركوع وفي السجود بعد أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم في الركوع يستحب أن تزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك في السجود بعد قول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم يعني يعني hem secdelerimizde bizler vacip vacip olduğu için en azından bir kere سبحانه ربي العظيم deriz وركularımıza da vacip olduğu için en azından سبحانه ربي العظيم deriz ama bununla beraber başka varit olan zikirlere de yaparız سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي deriz naam wallahu a'ala